البناية التي من المفترض أن تحل محل المستوصف القديم في منطقة حي الحسين قد تركت كما تركت غيرها من البنايات وأصبحت مقرا للنفايات والرائحة الكريهة السؤال يكمن هنا أين تذهب موازنة المحافظة إن لم تذهب لإكمال البنايات الصحية والتعليمية بناية المستوصف القديم التي تجلب الأمراض بدلا من أن تكون مكانا صحيا في منطقة حي الحسين هذا المستوصف القديم متهالك جدا يعني وأحنا باقين بيلي أنه هذا العمل يتوقف بهذا المشروع يعني من فترة تقريبا أكثر من خمس سنوات والحد الآن ويعني ناشد الجهات المعنية لإكمال هذه البنائة والتحول إليها بذل ما يكون المكان القديم اللي هو غير مناسب يعني حاليا كل الشيء يعني الحالة متداهورة البنائة اللي هسنا قاعدين به المركز حي الحسين يفتقد يفتقد إلى بنائة تكون مؤهلة للمراجع يعني إحنا لا عدنا مثلا طبيب أسنان لا عدنا مضمد يعني بالفترة الأخيرة توجابون طبيبة للحوامل بينما كان فقط طبيب يعني الحمل كلها عليه شخص واحد على طبيب واضح ناشدنا أزيد من مرة يا أبي إحنا نحتاج هذا المركز هذا المركز بشوي مواصفة بغرف مثلا بكوادر طبية يعني هناك حتى ما نقدر نستدعي طبيب أو مضمد بسبب البنائة محدودة وغرف محدودة البنائة الجديدة التي وصلت بها نسبة الإنجاز إلى أكثر من ثمانين بالمئة تركت لأسباب مجهولة وأصبحت كمخزنا وملئت بالنفايات وسرقت منها المواد الكثيرة ومنها الأبواب والشبابيك وغيرها والحكومة المحلية ودائرة صحة البصرة تتركها فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة فيما ناشد الموظفون في بناية المركز الصحي والمواطنون أيضا الجهات المعنية بالإسراع في إنقاذ هذا المكان هذا المستوصف كلش متهالك عندنا يعني تعباني بشكل ونعاني من عنده خاصة بفصل الشتاء جاي خير علينا وتعبان كلش وعدنا هذا المستوصف الجديد يعني نسبة إنجازة ثمانين بالمئة والله العظيم جاي نعاني نعالي بشكل يعني ما يوصف وهي شوف الأطفال شوف النساء بنفس الوقت يعني بالشتاء جاي نتأذى كلش والله العظيم نتأذى تعبانا كلش وبالشتاء بالشتاء كلش ما نقدر نداو فيما أكد آخرون أصبح لها ليتخوفون من أن تقوم الحكومة بهدم بناية واستبدالها بأخرى لأن الكثير من تلك المشاريع قد تركت بعد إن وصلت نسبة الإنجاز إلى مراحل متقدمة أضعاف الثقة بين المواطنين والحكومة سببه عدم الجدية في الأعمال علي نعيم لقناة وطن مدينة البصرة